خليني 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 خوش على طول عليك يا شعيب شعيب كلام حقيقي كلام حقيقي يا شعيب موضوع 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 تدخل دراغون انت من جد متوقعه إلى الآن في ظل الظروف الحالية اللي حصلت وفي ظل كل التدخلات المتاحة ما ما أنفيش ما زال عندي بصص أمن لكن ضعيف بصص أمن لكن ضعيف في ظل كل التدخلات اللي صارت عمالقة كومة الطاقم إيش اللي بيخلي دراغون يجي خلاص نحن نتوقع بأن نقشناها قبل وشوف هو ما فيش شيء هيك واضح ولكن ولكن مثلا أردى أردى لك مثلا خنقوله بداية الأرض يا سلام أردى أردى لك بأن دراغون عنده علاقة بفيغا بارك يا سلام مفهمناش كيف تكن يتكلم عشاك بعدين دراغون عنده ماضي مع فيغا بارك وقصة أوهارا ولم ذلك تمام بعدين عندك قصة كومة بحد ذاته قصة كومة بحد ذاته كومة سبب أنه لازم يجي يدخل فهو صابقا في جزيرة إيفرانكوف قال كومة وين ممكن يمشي؟ ماريجوة؟ لا مش حيمشي ماريجوة أنا أعرف كومة فهو عارف وجهة كومة بحكة، زائد، الأخبار تشرت قصة لوفي ومحاصلة ولم ذلك ودراغون، أتوقع إذا كان دكي وحيفهمه دراكت بأن الأقهيد سيصير الزي ما صار لأهارا وهو قال سابقا في فلاشباك بأنه لم تكن عنده قوة أن يحدث أي تغريب وكان بإمكانه لو كان فيه عندي قوة وكذا كان ممكن هذا ما يصيش لأوهارو لكن حالياً هو مستحيل مش حيفك في هذا الصيناريو بأن الأجهاد ممكن يصيح له زي أوهارو وباستاكول أو ما ذلك أوكي أوكي زائد زائد الورقة اللابحة لي ظهرت مؤخراً في يد بورني أوكي مسألة الباشيفيستا أو ما ذلك زي ما قلنا أتوقع فيه بد صعب قلنا بأنه بورني مقدرة لا أن تكون زي جيني بأنها حتى هي في الجيش التوهي أو ما ذلك أوكي فهو صراحة حتى شوف شوف هو حتى كمسافة صح بعيد بعيد جداً عشان قول بأنه دراجون رح يجي أوكي كطاقم وكذا مستحيل أوكي مستحيل إلا إذا كان رح يعمل زي شو اسمه ديك من قم فترونز ديك دينايريس دينايريس تطلع على ظهر التنين أوه تنين يطلع فوق دارو إفرانكوف وصابه قال إيش سعور اسمه لا توقع صعب ومعه ما مشكلة بس لا فانكوف فانكوف ينزل جداً فهو شوف انت اللي جلس تضوى على سبب قوي منطقي وحتى في الظروف الزمن والمكان وحتى تلقاها صعب أتفق معك لكن إذا كان فيه سبب واحد ممكن يخلينا أتمسك بأنه دراجون يجي فا وك هومو هذا فهمت معي لكن إنه حالياً أو كل ما من نقدمه نحنا في الفصول يقل للأمل يقل للأمل وخاصةً خاصةً بأنه وضعها العمالقة وديك قوة من قصد العمالقة يشيلوا السفينة على كتفه ويمشوا الباشيفيستا قاعدين يجلدوا في السفن اللي من الجاه هادي والعمالقة جلدوا السفن اللي من هنا والجوي بوي الآلي قاعد يشحن لمئة سنة هو قاعد يشحن والجوي بوي استيقظ فهمت معي وش عيب وش دور دراجون دراجون طعف لو إيجى لو إيجى لو إيجى دراجون وحيكون طعف لما تسوي افتتاح ولكده ويجي يقول قصة الشريط فهمت معي هادي هي دراجون وحيجي قصة الشريط فهمتوا حيجي يختمها خيتام ومسك لكن مازال عندي بسيط لكن زيما قلت لك مع كل فصك والأحلال قاعدة تتطوى وقاعدة تتقدم دراجون يصير دروه هاو ممكن لين يخلص الأرق وبعدين يجي يجي مع باقة ورد تقريبا هذا المنطقي حاليا لين يخلص الأرق ويجي كوما هيا بينا إلى الوطن هيا بينا إلى المنزل هاو يجي مع باقة ورد زيما جاب لأهارة يجي باقة ورد لكن شوف أنا ما انفيهاش مازال عندي بصيط مازال شو عيب شو عيب لو خيرت في بداية الأرق لو جاك السؤال هذا وانت شخص تعرف ومبيس وتعرف أودا ركزي على تعرف أودا زين لو جا واحد سألك بداية الأرق وقال لك يعني عطني افتراضات ايا كانت الافتراضات بدخول دراجون للأحداث سواء بدخول للإقهد أو خارج الإقهد هل تتوقع ان له دور لعلاقة بالقوة شوف لو تتكلم في بداية الأرق كن صريح معي بداية الأرق بداية الأرق لا صعب أتوقع لكن بعدين صارت أحداث دراجون صار متدخل فيها شوفنا دراجون شوفنا قصة كوروما كلا هذا خلاني حالي يتكلم عن دراجون لكن في بداية الأرق في شي خالي يتكلم عن دراجون بس فكرة أن قوة دراجون تظهر بعد الوقت هذا هل كنت متخيلها؟ لا 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 مستحيل كتابة أودا مستحيل يظهر قوتها بعد ما بخل علينا عشرين سنة 24 أو 25 سنة 25 سنة ما طلع قوتها ولا وبالأساس ولمح عن قوتها وكم مرة يبدأ وكم مرة وكأن أودا يقول يعني شوف ترى إذا إذا تصانيف يعني أنا ترى مو من شخصياتي مرة المفضلة دراجون يعني من التوب بس لو جيبنا التصانيف تصانيف القوة أو أقوى مخلوق أو أقوى سياف أو أقوى دراجون غامض لدرجة أنه ممكن ما يدخل في أي لقب فهمت مقصدي؟ فممكن أنه يتخطى جميع الأفكار اللي كانت عن الفانس أو العالم نفسه فهمت؟ يعني حكومة العالم الأدميرالات وغيرهم ما يدرون شي عن دراجون ما أحد يدري عن دراجون فالفكرة هذه إن أودا قاعد يقول لك العالم ما يدري عنه وأنت كمتابع المفروض أنك ما تدري عنه بس الفكرة فكرة المشاهد كانت إن دراجون فاهم في التاريخ دراجون أعظم من لوفي من ناحية أنه يهتم لطاقمه أو لجنوده أكثر من اهتماما لنفسه أو لهدفه لوفي عشان سانجي بس اللي منرفزني في الفصول هذه عشان سانجي بس قال أني ما نبواصل ملك القراصلة وفي الواقع ما أنه هو سانجي بالنسبة للوفي في نظري أنا أشوف أنه يوصل ليش ما يوصل فهمت الفكرة؟ هي فكرة لوفي فكرة الشخصية نفسه المبدأ نفسه فأنت بشخصية دراجون مستحيل تفكر بالفكرة هذه عموما عموما في كلمة قالها دوبو شعيب لما أنا يعني هي اللي قفلت الموضوع في البداية كان في أمل كان في أمل كده كان في تحس أنه ممكن يجي دراجون والتقاطعات اللي صارت ما بين قصة كومة وما بين دراجون والإقهد نفسه برضو دراجون مع فيقابانك كان كده تعطينا فرصة أنه ليش لا؟ إذا في وقت مناسب نشوف في دراجون قد يكون هذا الوقت أفضل وقت ولكن كل ما تقدمنا زيادة كل ما بدأ الأمل هذا أو بصيص الأمل هذا يقل والفرصة تصبح أقل وأنا برأيي يا شعيب وأنه بظهور العمالقة خلاص الاسكيب أو خطة الهروب خلاص جاهزة أو أنت صار حليفهم أنت شفت الدخول يا عيال لو ركزتوا في الفريم ترى فريم عظيم العمال قد أفضل ولكن دائماً يقرب الطاولة أي نعم أي نعم ولكن على الأقل يعني موضوع دراجون استبعته أنا من ناحيتي استبعته أنا 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 أقولك شيء أنا في فكرة وقلتها في الانطباع ماذا لو؟ ماذا لو؟ وحيصي العكس ليش نحنا نهرب؟ ليش نحنا نهرب من الجزيرة؟ أنتم موح تنجلد وتنجلعوا من الجزيرة آآ يعني لازم عندك عمالقة لوفي باشيفيستا العملاق فمتبعي أشوف الظروف مواتية وحتى حتى هو طبعا أرضا من هذه الحادثة هي بغيت مثل العالم بأنه لوفي يونكو مهم أوكي لوفي يونكو اليونكو ما يهوبش اليونكو ما يهوبش اليونكو مش بالضروف أنا أشوف مش بالضروف لكن أشوفها أشوفها يعني حتى كايكة لما هيك تفكى فيها لوفي يونكو يهرب من الجزيرة ممتبعي أشوفها غريبة شوي دينيك غريبة الصراحة فمتبعي هو ممكن تشوفها شعائب في النهاية البحرية وحكومة العالم وهم العدو الطبيعي لو كان مثلا فيه مواجهة أوكي أوكي لو كان فيه مواجهة لو كان لوفي فيه مواجهة قرصان أو شيء من هذا القبيل ممكن يقولوا أوكي لوفي ما يهوبش لأنه في النهاية يونكو مش جزيرة حليف يا شعائب جزيرة حليف بعد هم لكن جزيرة حليف فهمت معي وممكن لوفي ما يبغاش مثلا بعد ما شاف هذه الأشياء مثلا اللي عجبته في الجزيرة و لوفي يعجب بالجزيرة وكذا ما يبغاش المأساة تتكرر مع أخي زي ما صاح مع روبين أنا الصراحة أنا الصراحة لو أرده يبغى يقصفنا ويجيب سيناريو غير متوقع مش هنهرب من الجزيرة رح تنجلد وتنقلعون من الجزيرة الجزيرة هادي صار تتابع لليونكو ممكن دي لوفي والراجل فيكم يعتب هنا وغير كذا في معلومة مهمة برضو يعني من متى من متى لوفي يترك جزيرة كذا ما هي من لوفي ما يترك جزيرة في ذا الحال لوفي يا يحرر ويمشي يحرر ويمشي يحرر ويمشي فممكن ممكن تكون هذي استثناء زائد 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 الجزيرة ما تنساش الجزيهة فيها المحطة الطاقة ليبغوها الطاقة نعم ليبغوها شو اسمه فاكتي اختراعات في حتى في غطان كان يبغى يدخل كومة للمختبر عشاني يحاول ينعشوا ينعشوا كذا يعني الجزيهة وما زال مفيد الجزيهة الجزيهة شوف فيها أصلا الجزيهة فيها عقل فيغا بانك كل العلم كل الأرشيف كل العلم كل موجود فذاك العقل يعني مسألة ان الجزيه تمسح وتتضمه صراحة أنا حاسس هذا الكلام يا شعيب يأخذنا للنقطة الجاي اللي بنتكلم عنها وهي النقطة بغض النظر يعني حبينا فيغا بانك أو كرهناها وأي يكن وين كانت المشاعر اللي كوناها تجاه الصرعي السياسية لا 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 فيغا بانك مستحيل انك تكرر بعد ما كتشفت يا وجوه الي سوا الحد الآن كلما يا وجوه ساترون انجلط يا راجب ساترون انجلط يا راجب كلما طالع له بيّ جلطوا يا وجه خلونا نتكلم يعني بأخذ وجهة نظركم تجاه فيقابانك والحياة الحافلة اللي عاشها فيقابانك سواء كان ميت حتما بالبعد المشهد اللي شفناه مشهد المخلب أو راح ينجو يعني ما نقدر نجزم بمصير الشخصيات في هذه القصة إلا لما نتأكد يقينا يعني زي سابو زي اللحية البيضة فخلونا نتكلم عن فيقابانك يعني وفي ناس يعني يقولون إنه دقيقة شون نفس سابو شوف 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 فيقابانك فكرة عشان ما تتمشي الفكرة هذي كانت ممكن تضيع فيقابانك ما تستبعدش بأن بوني بوني وحتعالجه بقدرتها موازاتا موازاتا مع لو 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 لأخذ تقنية من كوها زون ما عنداش علاقة أصلا بتقنياته زائد كوما بحداته يعالج في بعض أحيان يسوي موازات لكن أتوقع بأن قدرة بوني والمستقبل وإن ممكن تتحكم في الجسد أن تكبر تصغر ممكن عندها قدرة علاجية واحد تقدر تعالج فيقابانك جاي كونا تقدر تتلاعب في عمر الأشياء بس ما أقدر أدري إذا لو عالجته لو عالجته إش اللي بيخلي التأثير يظل شوف شوف هو ما فيش ما فيش شي واضح لكني غير فكرة خطرت على بالي موازاتا مع أبوها ممكن هي قدرتها عندها قدرة علاجية فهمتماعين ممكن جميل 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 فعموماً اللي بقوله أنه في ناس وأنا كنت واحد منهم في البداية أنه هو هو تقريباً باع نفسه لأجل أنه يشتغل مع ياخذ تمويل من حكومة العالم لأجل تطور البشرية ومع ذلك ولو شفنا يعني في حكومة العالم بمجرد ما يبدأ الناس في البحار والبحث في موضوع القرن الفارغ وما القرن الفارغ قزف أمة التطور البشري قزف أمة التطور العلمي أحرق أبو الجزيرة دي باللي فيها وقالها ترى ساتر طز فيك وفي أبو العلم البشر ما يحتاجون أصلاً تطور على المهم أنا حتى في النقطة اللي راحت كان عندي فكرة اللي هو نحشة الطاقم من بداية الارك كنت مضاد لها بشكل كبير إليني يوم بنفسه لوفي قال لناهرب أو زي كذا ضاق صدي بس قلت خلاص إي قلت خلاص يعني ممكن أتقبلها حالياً أودا وضح أنه وكأنه منتصرين أنا خفت أكثر لأن أودا إذا وضح كذا أحس أن أخاف فيها رجع فيها شيء إي شكال إي شكال أنا أقصد أودا إذا وضح مرة بعض الأشياء أحياناً يكون فيها ختلة فيها رجع في قلبة إي يعني الآن قاعد يوريك إنه آه خلاص انتصرنا وعاش الداة واتسمنا ما تدري يمكن مثلاً واحد من الشباب يقول لي احتمال يكون أحد الفرسان المقدسين جاي وهذا هذا بالعكس هذا من أفضل الأدوار اللي بيقدمها أودا أنه يقدم أحد الفرسان المقدسين كتقديم أولي مثل ما هو الآن قاعد يقدم الأدميرالات واحد واحد فهمت؟ مع أني ما أظن أن فكرة كيزارو بينتي بس لو أنتها مثلاً ففكرة أن أودا أني بقدم أدميرال أدميرال العموم الفكرة كاملة اللي هي هروب الطاقة ما كنت أبداً أحبها مرة نهائية أصلاً من الفصل 166 أظن يوم قال لوتشي لا تجعلونا يهرب وزي كذا قلت يا ولد وش اللي يهرب وش اللي نهرب يا بوي ما نهرب حتى موجود في ريأكشن الفصل نفس من مثل لوفي يهرب؟ أي من مثل أو ليش نهرب الآن أنه ينك وأنه أقوياه فهمت؟ يعني لوفي بس السثناء كانت في الشابون السؤال اللي بعده اللي هو هل هو هل ذيقابانك شغلة مع الحكومة أفضل؟ أكيد بيكون أفضل لأنه مو بواصل أصل شيء مع التوار وهذا الكلام اللي قاله لدراجون ودراجون بنفسه أقتنع طيب إبرا ما جاء ما جاءك تحليل كذا في بالك أنه هل ممكن أودي يبغى يورينا مقد إيش الوضع صعب بوجود حكومة العالم وتدخل شخص دي ساتر أنه أنه يكون الهروب توضيح لقد إيش دولي خطيرين أنه لا يلوفي أنت من تجالس تواجه قراسن زي زمان أنت قاعد تواجه حكومة العالم وتواجه واحد من قرسي فعشان كذا ممكن كانت خطة الهرب منطقية والدليل أن ما في رجال في الملعب اللي لوفي مع احترامي للبقية يعني هو الصراحة يبا يبا اتفق معك هو طاقم لوفي مختلف عن باقي طاقم اليونكو تلقى مثلا طاقم اليونكو في عشرين ألف واحد قوي وكذا فهمت معي ما اللي قصد قوي في الطاقة عندك رهو باعي زارو سانجي و فرانكي فرانكي الصراحة سوى أشياء فرانكي لا تعتمد عليه الصراحة فرانكي ما قصص فرانكي يوسوب انت يوسوب لا تطلم من الشيء يوسوب فوق صح يوسوب فوق صح يوسوب فوق جالس يلطم جنب نامي قاعد يصيح ويقول كم مرة راح نتعرض لباستر كول يوسوب كويس منزلش تحت نزلت تحت تكون تلقاه ميت حاليا لكن شوف هو بالنسبة فيغا بانك هل راح مع الحكومة أو مع تواء لا بكل تأكيد راح مع الحكومة شي كويس هو اخترع أشياء كتير فهمت معي اخترع أشياء كتير حتى انت لو شفت انت شفت بأنه هو اخترع الباشيفيستا نوعا ما الحكومة قاعدت استخدمها ولكن حتى قادي لما أظهر لك استخدام الباشيفيستا وقاعدين استخدموه ضد قراصنا أصلا أصلا فيغا بانك يقول الهدف منهم كان صنع السلام وفيه ترك هي تقرأ بيس فيستا بيس فيستا من السلام فاخترع كتير أشياء كويسة هو وإلى ما ذلك علم الله محب للسلام علم الله هذوك جماعة السرافيم شو مخبي أي مفاجأة فيغا بانك وشو مسوّل فيه مالوكا قصدوا من وين يتلقوا الأوامة الله أعلم راح يفاجأنا بعدين الله أعلم في نقطة كنت تتكلم انت على قصة ساترن بأنه أودا لما يظهولك بأنهم منتصرين فلازم تخاف هو السراحة انت لو جاءت تشوف ساترن ومشفتناش قوة شو شفت انت بقوة؟ لسه ما فيلا المخلب والأغماء التأثير تأثير اللي يخلي الناس يغمى عليهم حتى مادري هل هو يصنف هاكي ولا يش يصنف مادري اه ساترن السراحة هو السراحة انت تخاف شوي يب أنه ساترن ومشفتناش منه شيء أطلاقا ما أظهر قوة من اللي قال حاليا قال انه ممكن يجي أحد الفرسان المقدسين ايه فيه احتمال ايه هيك جاني هيك تخيل هو تخيل هبدي بكل ما تحمل كلمة من المعدة اسمع التخيل هذا حاليا ساترن لما كان يبغى يضغف الجزيرة وكان في السفينة ويبغى يضغف الجزيرة فظهرت العلامة الخمسية وطلعها فهاكي اجا تخيل بأنه فرضا فرضا بعدما ساترن بأن الجماع مثلا ينهزموا أو كدا أو بغض مينهزموش يا سيدي بسبب شي معين بأن نشهد ضغوء ايمو سامة يا ساتر اسمع اسمع اسمعني اسمعني لكن لا اسمع ما تظهر لكش بشكل واضح مش هي شخصيا شفت انت ذيك العلامة الخمسية ايه صير قدره منها مثلا تأخذها مثلا هي من المريج وتظهر في 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 وتسحب ساترن تتكلم مع الساترن تسحب ساترن مش مش بالضاوب بأنها تظهر للجميع فمت معي ممكن يعني بعد الساترن ما يفشل في مهمته ممكن تظهر ايمو سامة وعند ذيك القدرة بأنها تنتقل ومش حتى تنتقل أنا تظهر قدرتها على الأقل تؤثر على فمت معي هيك تخيقوا خطر على بالي أتعرف ليش لأنه أنا حاسز ايمو سامة وح تضعف الآن من قويبا اوكي وح تتكلم وح تتكلم وحنا عرف خلص اليقين ضكا ولا والله ما تدري ما تدري ممكن يحط عرفت الصوت الموشوش هذا وقلش لهذه الجماعة وممكن أودا يسويها يقولي لهم ما تخلوش الصوت واضحة يب ممكن إذا كانوا يخلوه وممكن أودا يبغى قبل ما الأنمي يكشف ايمو سامة ذكروا لو أنت تضعف المانجا هو يسبقهم لأن عند الشعور الصراحة حالية الأقهد في نهايتها بعد ما سيصي وح نعرف من ايمو سامة نعرف نعرف شكلا نعرف ايمو سامة شكلا وكادة تنكشف لأن قالوا حتكون شي خلص يعني أول هزيمة للحكومة العالم عموما بالرد على نقطتك أنه ممكن ايمو سامة سواء هي هبدة والله هبدة ماشي مئتين وستين يعني بس لو لو أودا يبي يظهر أحد الحين ذي الظروف مستحيل يكون ايمو سامة أحس في تسلسل هرمي كده لظهور ايمو سامة يبي يظهر لنا حبة حبة القرسي وممكن بعدين الفرسان مقدسين وبعدين نشوف ايمو سامة ياب زي ما قال ابرا ممكن ساتون عشان تنقذوا يتم سحبوا تنقذوا يا رجل والله ما تنقذوا ايمو سامة تنقذ مين يا رجال والله لا تقول له نقلع موت وتجيب واحد من الفرسان بداله أنا كمل لك تمشي تخلص عليه امو شوف 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 مثلUD ان ايمو تظهر للجميع ولوفي يعف منو لا 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 لكن قصدي تذهر للإيمو فقط إليساطهم فقط أنت واحد فاشل إنتا كاد أنت خى ي�전ي إيه pouch وهذاك اللي يذهر مية ح biss 에� conjunto فPLAM الأمهات عرفت هذاك اللي يذهر مية عامة اصلا مجود نسخة ف doo議ات معرفش ذلك القضوات اللي عندهم وللأشياء أشياء شيطانية كédه أشياء ما نفهمault واحد جالس في سفينة طلع لك هنا من 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 علامة خميسية و كدا فتخيل انت إيمو ساما إيمو ساما ممكن تطلع لك حتى في القامة يصير تصادم بينه وبين لوفي ولا ما يصير تصادم اه؟ لوفي يجي تصادم معه تختفي لكن دقيقة دقيقة فكهة أبدية تاني خطرة لا قصدي لوفي لوفي يجلق لوفي هو ضد ساتر يجلد ساتر ولكن في اللحظة الأخيرة في علامة تظهر تطلع إيمو ساموار لكن ليس واضحة تشوف نيكا تشوف نيكا لأول معها من 800 سنة أمام عيونها تشوف نيكا لأول معها تشوف نيكا لأول معها حتى ساتر تشوف نيكا لأول معها بعد 800 سنة تشوف نيكا وتشوف نيكا لأول معها تشوف نيكا لأول معها لكن لوفي ما فهمش من هذا الشخص لكن هي عافة وتختفي تاخذ ساتر لكن لما تروح للماريجوة تاخذ الماريجوة ينجلد راح يموت لأ شوف أقول شيء أنا عندي إحساس ساتر حتى لو فهدنا بأنه ما ماتش هنا أتوقع ساتر لو فشل في هذه المهمة راح يودها بيوت أتوقع راح يودها ما في خلاص يعني أنا انحرك كرته حس أنا خلاص وحسي كرت محوط أنت بعلمك يعني بمعرفتنا بالمعلومات اللي عندنا عن عن إيمو ساما حتى تعاملها مع القرسي يعني لو تشوفون كيف تعامل ما تعاملهم كأتباع تعاملهم كعبيد سوي افعل لا يكثر انطم لا تكثر كلام واحد من القرس يقل لها بس للوشيا فيها بشر لا يكثر لأنها قريبة ما في مش انت ما تناقشني هنا ما تاخذ تعطي معايا أرسلك مهمة تنفذها ما تنفذها أدعس عليك أجيب واحد محلك أنا حس كلا تفكير إيمو ساما ما هو موضوع معليش تعال ترجع أقوى ما في الكلام ذا انت هنا لأنك الأقوى انت في ذا المنصب لأنك الأقوى ما بين كل المساعدة القدسين كان هم من الأصل في المساعدة القدسين يا وجل إيمو ساما لحد الآن وهو في قمة أكثر الشخصيات من دون قلب من دون أي أنك تمسح مملكة هيك بأطفالها بكل شيء أمسح لي ها فهمت معي ها ما يمكنش على الأقل جماعة البحرية لما روح يعمل فيكون عندهم سبب أوكي عارفين بأنه هنا مثلا في شيء مخالف القانون في شيء كذا فهمت معي زي لما روح وغارة قالوا بأنهم شراطين وضووا في التاريخ أوكي هادي أهو مملكة غزي فيها سكان فيها ناس عبرياء كده تتخيل معي يعني ساترنا بالنسبة لها ولا شيء أو دبابة حتى في أحد القرسي إذا ما خاب ظني الطويل ذاك أنا ما أحفظ اسمهم ولا أحفظ أشكالهم ما معانا لساترنا حفظنا رسمهم الطويلة أشقر المريخ المشتري الطويل المشتري بالنسبة لنا نجرب على جزيرة فاضية كل يقال لولوشيا كان يقال للوشيا بعد قلت لا للوشيا لأنها الأقرب طب لو فيها بشر طز تجرب الجهاز لا شخصية مرعبة ما هو شيء تقول عنه أه والله بتسحب ساترن والطب طب عليه ما عليش حبيبي حمد الله على السلام شد حيلك وصير أقوى وتحط له لوسق جروح لا حتسري عليه يا تعود منتصر يا لا تعود خلاص الوقت يا ترجع منتصر ولا لا ترجع انتهى هو الوقت معدي سمع بالضبط طيب خلينا نروح عندك يا إبرة إيش تشوف وضع كومة الحالي وإلى أين متجه أو ما تبقى من وعي كومة الجثة ذي اللي متمسكة تعرف الطفل لما يتمسك بدميته كومة الآن متمسك ببني كطفل متمسك بدميته كذا حاضنها يطيح وهي في حضنه ينضرب وهي في حضنه يتنقل وهي في حضنه أهم شيء أو دا بدع في فريمات كومة صراحة أنا ما أبغى أخلي العاطفة تتمكن مني لأنه جسمي بدأ يقشعر ولكن يعني كيف تشوف وضع كومة الحالي وإلى أين متجه الحقيقة الفصل اللي راح أظن مبهذا لآخر ما نزل لقبله صح يا شعيب يوم قال فيقابانك أن عشيرة البكنير اللي يميزها ايوه ذكر بميزة معينة اي بعدين سكت وإنما ما تكلم عن شيء يا سلام شكرا فغالبا ذكرتني بالنقطة دي غالبا أن النقطة هذه هي اللي بتحدد مصير كومة لذلك أودا سكت ما تكلم عنها يب فهمت يعني لو قال مثلا البكنير اللي تميزهم عواطفهم مثلا هو بيبقى بعواطفة من دون من دون هو مثال منك عشان ترسل فكرة اي مثلا مثلا اي اي ليه ما عجبتك لا ما عجبتني مستحيل أنا غريست عاطفت فيه إجابة لا لا أنا قلتها في هذا أنه في شيء له علاقة بالإرادة حاجة ما تقدر تحطمها مئة في المئة وعشان كده ذكرت في مراجعتي للفصل الماضي واللي قبله قلت أنه موضوع قد يكون من الدي وإرادة الدي لا تحطم ما تقدر تحطم ويا تقتله يا أنك تخلي عايش مستحيل تقدر تمحي إرادة الدي تماما عشان كده البكنير أو أي أن كانت العشيرة هذه أنت حاولت تزيل إرادتهم وتتركهم بلا وعي وتحولهم إلى آلة ومع ذلك إرادتهم ما زالت موجودة لأنه إرادة الدي قوية هذا كان تفسير هذا مقصد وبدون عقل بدون عقل إرادة لا زالت موجودة أو عواطفة لا زالت موجودة أي أن كانت تسمية بس هي جزء بسيط بس عواطف كومة لأن عواطف كومة متأججة يا رجل هو يا أبوه وحنين أساس أساس شي عاطفي كل الثنين حتى أبوه كان عاطفي وكان مستعد أن يقول زوجتي ما لا دخل أنا أنا أخذوني أنا ما عندي مشكلة ما لا دخل هي نهائيا كان يبكي ولم ماتت يا شيخ أرتاحت أليس الموت أليس الموت أرحمله بعدين والله سلفت يعني أنا مدري ما بي أستبق النقاط أخاف أنكم تكلم عنها بس سلفت الجوي بوي يا أخي أصبر بنوصل 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 فأنت تشوف إيش وضعه إجابة يعتمد على الإجابة اللي قالها فيقابانك أي بتعتمد على إجابة فيقابانك بس غالبا غالبا ما أظن بيرجع 100% على طول كذا بالسهولة لازم فيه أشياء فيه بروسل أو يسوي نقل إلى وعي آخر طيب حلو أنت شرائك شعيب بالكلام أسرافيم لازلت أصاب لازلت أتوقع يب هو السبب كله في 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 الباكانير يب لأن القصة مش في القوة الجسمانية وإنما هو شو قال هو أدواء هو شو قال هو قال ليس قوتهم أو ليس منعرف إيش بل وما اكتملت المعلومة يعني وحيكون العكس بل لأنهم لما نقوله نحنا بأن لميزهم مش بأن قوتهم الجسدية بأنهم أقوية أو لما ذلك فالعكس عكس شيء مادي لهو شيء معنوي فمتبعنا هيك أنا أود تفسير اللي وصلت له أنا بأنه ليميز الباكانير الشيء مش ملموس شيء أنا قلت بأنه شيء معنوي سمي إرادة سمي غويزة سمي مهم شيء شيء معنوي ف الممكن بأنهم لهم علاقة بالدي بطريقة أو بأخرى ما نعرفش يعني حتى لو أخذنا موازات لأوليسا ما بين ضفلمينغو و بارتولوميو فضفلمينغو كان تنين سماوي فكوما إذا قلنا العكس تبعه يقضي يكون وقع معي وقع معي يكون خيل معي خيل معي يكون ليش حدد في قبانك إن أقال باكانير ليش ما قال إنهم من الدية مثلا أو أخفاها أودا ليش ذكر ميزة في الباكانير تحديد بالضبط يعني يعني زي عرق لنارية مميزين بأجنحتهم والطاقة النارية دي اللي تحميهم والباكانير فيش هي يميز الباكانير عن الدية بعد فهمت مكس تدي فهمتك 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 هو الكلام عندي الحين فتحت الفصل هو أول لي بيوصلوا شعيب إنه قد يكون الإجابة حاجة معنوية مش بالضرورة حاجة أفهم بس أه يب يب هو الكلام عندي الآن ذيقابانك يقول أيعقل أن ما سمعت كان صحيحا ميزة عشيرة الباكانير لا تكمن في قوتهم الجسدية بل في أنهم كانوا كانوا وش كانوا شي لح علاقة بالقرن كانوا آلهة كانوا هادي 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 حسب شو حسب الترجمة الرسمية هذا العاشق ما أدري حتى لأنه ترى فعلا يعني ممكن كلم واحدة تغير المعنى في الترجمة يب يب ألف ومي وابعة أه يعني أخيب نفس الترجمة هو قال بأنه بيزتهم مش القوة الجسدية ولكن قال لك في فتحة هي عندك ياب ياب زي ما قلت أنت ايه كانوا كانوا قال لك في نقطة معينة يعني من التاريخ كانوا وما كانوا كانوا شو كانوا شو أرسلتها بوجود بس يا عيال بس مهما مهما تعيدوا وتزيدوا في المعلومة دي تراها حاجة ما بقول تشبه حلم لوفي بس أحس إنه جواب ما أدري كيف ممكن كيف يقنعنا إنهم كانوا إيش إيش كانوا طب إيش إذا كانوا من الدي أوكي إرادة الدي تجاوب عليها طب إذا ما شي لح علاقة شي لح علاقة مثلا بعواطف له شي علاقة كذا ما تجي تجيب ما أدري ما أحس إنه نقدر أنا فاهمك وفاهم شعيب بس ما أحس إنه قادري نوصل لحاجة كده يعني تقفل الموضوع أو حاجة كده إذا كان لم تكن قوة عشرة البكنير لم تكن في قوتهم الجسدية بل لأنهم كانوا طب لو بنقول كانوا آلهة يعني حكام ملوك من الدي برضا تحس كده الإجابة عارف لا فيه أنت قاعد تقولها وعندك كده قناعات بسيطة بس ما تحس إنك مقتنع 100% فيه جواب عندي بوجود كانوا أمهات مثلاً مثلاً إحساس الأمه أهفك العين تبغى تنهف بآيفون أربعة ثلاثة طعش مكسر شاشته كيف تسميني طيب؟ يعني مستعيل هو دور واضع إنه دور قديم بس وش الدور ما يجب بالي طيب والله العظيم فيه نقطة أبغى أعرف رأيكم فيها بكل شفافية تعرفون أودي أحياناً فيه أحداث كده ما يجتهد كده يكتب أي شيء خلاص طاق طاق خلي ذا الموضوع يقفل عندي مهمة أكبر هنا موضوع زحلقت موضوع زحلقت السفينة من على الغيوم واسطة بروك إيش رايك؟ خير بالجليد قصدك إيه لا تعليق ما إيش تعليقين يا قزدي كيف ما أو دا ما كده فجأة يحب يشطح بشي ما له أي معنى يلا كيف زحلقها بجليد يا رجال كيف بروك قال أو أما أنا أقدر أسوي كده في النهاية هجت أصلاً يعني ما أخل لها فعلاً طاح الأزيت طاح ماذا يجل؟ أهلا أو دا كده حياناً عليه شطحات غريبة يعني هو تعرف اللي قاعد يقول لكم أنا قادر ترى والله يا جماعة الخير وإنتوا عارفين أني قادر بس يا أبويا في أشياء والله ما تستاهل زحلق حرفياً زحلق والله لا تستغر بالنودة يرجع لها هذه اللقطة دي يا بوجوت أتستغر بس كلامك هذا ترى فعلاً أود أحياناً كل أر كده ترى لازم يسوي شيء ما لومها لازم يسوي ود أن الناس ينتقدونها نفس اللقطة كينمون هذيك كان هو ود أن أحد ينتقده يعني رغم أنها يعني بعضهم مربوطة ومدري إيش ولا وما رجع أفهمت بس الفكرة السيناريو السيئ ذا كأن يقول انتقدوني يا عم يسيبه انتقدوني سيبك من السيناريو ذا قطعة السيف ذي أنه قطع أنه انقطع عصب مكان متركب كويس تمشي فكرة أنه يتكلم من هذه هذه قدرتها من يوم صغير أودا أودا يزحف أحياناً بزيادة تحسوا فعلاً زي ما قال ابرا يبغى الناس تنتقدوني يتغذى على الانتقاد ينتقدوني اكتفيت من المدهبام طيب في فريم كان جميل صراحة الفيقابانك وأتوقع حتى شبهه أو كان فيله موازاة بفريم اللي الفيقابانك كله جالس ويشوف يب الدمار أمام وتعب عمره وشقاه نفس الفريم كان برضو الجاقور أو أتوقع أحد علماء أوهارا من يفاكر لا 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 كان واقف جاقور جاقور بس واقف بعد ما تدمر جزء من الجزيرة وكان يبي جاي أصلا مستبقع علشان ينقذهم علشان ينقذ ما تبقى منهم أخ 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 شوف هود الندل شوف هود الندل شوف هود الندل شاب لك هو جاب لك فلشباك أوهارا ولما كشف قصة جاقور ليجوا وأنقذوا كتب أوهارا هم العمالقة شوف الندل شوف الندل ندل والله الندل وحاليا مع الباستاكور جاب العمالقة شوف الندل اه وما هاتس أنا قلتها في الانطباع اه ويك انت بس اجلس وحسبها هيك بشوية بس مفيش ساع عندك طوح بعيد بدو تفكر اه وحييجو جماعة جامعة وحييجي شانكس وحييجي أسطور دوف العظيم وحييجي بايك مام وحييجي ايك بس ايك بس فكه شوية واجه شوية خد ايه شو سوى موازي شوية شوية لكن هو الندل الندل ما ما هو يعرف انها قريبة منت بجايبها هاي احنا توقعنا اتوقعنا كل حاجة اتوقعنا الرحلة القادمة اتوقعنا كل بس ما توقعنا انه هم ايش يصنفوا يصنفوا قادة واللي يصنفوا قادة قادة الاثنين هم بنفسهم يجوا لينقاذ لوفي عموما بنرجع للنقطة دي شوية خلوها لا اظن اللي كان في سطول لوفي هو القائد ظنهو كان قائدهم هاداك قائد قواسنة العمالقة الجدد ايه الجدد بس هدوليك مم قادة يا شعيب هادو قادة القواسنة العمالقة القدامة يا حفيلي معركة واشروا اللي كان في واحد من ديرس روزا اللي في اليونيس لوبي اللي كان دالبوابة الاثنين ايه خير ايه يوم شافوهم او تقصد القائد فلان لان مئة سنة الان وهم مختفين يتعاركون يب لكن يعتبه هادو هادو الاثنين او حالين يعتبه الأقوى ها هم عمقين فمتنعي وما تتقاونه مش مع التانية ذاك اللي شفناه في دوريس روز لا لا حتى عيال بس انا مقصد ان هاداك قائد الحال وهذولي قادتين مختلفين لان في في فكرة مشهورا لا هي قراصنة واحدة بس هذا قائدهم او هذا قائدهم لا هي ثنتين مختلفة الصححول للمعلومة دي لو انا مخطئ ومن قال يا حبيب يوم كانوا يتعاركوا في جزيرة الديناسورات ماني فاكر اسمها لما كانوا يتعارك وظلت معركتهم لمئة سنة وما نعرف ايه اثناء ما كانوا يتعارك ويقول لك القراصنة اتباعهم ضاعوا يعني كذا كانهم تشتتوا وتفرقوا بسبب مش مش قصة ضاعوا هما كانوا هما وطاقمهم هما وطاقم كانوا فريق الجزيرة لما صارت هذيك القصة من الحيوان اللي اصطدتوا اطول ما اطول قلوا جماعتهم هو حو ايه فلاص انتم تقاتلين ايه لان واحد فينا لان تنتهل معك واحد فينا واحد يموت هو المقصد ممكن تقول تشتتوا بس ضاعوا تحس ان هذا من تشتتوا بعد ما طلعوا اثنين ايه بضب ممكن اضعوا 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 ايوا يا سلام الله ينور عليك يب يب نفسه هذا الفريم يب يوجع القلب يوجع القلب الله العالمين تحس ان اودا قاعد يسخر منك يعني لما اظهر العمالقة كمنقذين يعني فعلا زي ما قال شعيب لو فكرت شوية كذا لو ربطت الخيوط في بعضها كنت بتجيبها بس ليش ما احد جابها ما احد توقع ما احد انا متأكد لو تروح لكل مواقع التحليلات عرب اجانب اسويين شرق اسويين اوروبيين ما رح تلاقي احد بيقولك انه الاثنين هذولي من عمالقة البف هم اللي بيدخلوا في الاقهد قلنا تيتش قلنا دراغون قلنا البيج مام قلنا يا رجل شطحنا الكتاكوري كل الشطحات وصلت ما حاج بس انا شطفتها يا بوجود انا شطفتها ماذا قلت حسبلي انا ساول قلت ساول ايه جيت من جنبها يعني شطفتها طيب السؤال اللي بعده الى الان مازال مصدر اكل لوفي مجهول هل بعد خلاص موضوع انه ايه ايه كيزارو هو اللي جاب الاكل ميه لا لا ما بعد انتهت صدقني متوقعش منه متوقعش منه شوف متوقعش منه كيزارو يا رجل كيزارو اعطى لوفي الاكل وبعدين لوفي ياجع يجلده يا رجل كمون ما ما اعطيه الاكل انا اعطيه اكل عشان اللوفي هو ينقذ الموقف فانا اطلع فوق عشان اقسم بوني و كوما اتنين لا لا مش كيزارو شوف لأعطى الاكل لأعطى الاكل كريبو انا ترى في مشاهدة الفصل وقتها على طول جاي في بالي كريبو والمشكلة على طول الارجع هي صراحة الاجابة رجحة كريبو والمشكلة هذه مقلوبة فوق تحت المخلوق هذا وين راح شو يسوي هذا شو كريبو شو يسوي وين يا رجل خل كريبو الحين خل كريبو يا اخي طاقم تي اتش انا ذابحني طاقم تي اتش طاقم تي اتش وظيفتهم يجو في اللحظة الاخيرة هذا ال لا توجد وظيفتهم كلا اتش واصلين قبل البسر كون طيب ماذا تقعدين يسوي طاقم التي اتش كامل طاقم تي اتش كامل لهم أسلوب معين حتى هذا الشي انا يوم كنا نتكلم طاقم لوفي أو طواقم اليونكو دائما يكون لهم أسلوب معين خاصة تي اتش له أسلوب وصخ بس على الأقل لديهم أسلوب تحس ان الطاقم كله متماسك يعني متناغم متناغم بس من ناحية القوة فهمت رقمنا من ناحية القوة ما فيه اي تناغم في الموضوع فيه تنافر الاساس وين الاساس وين الشخصيتين اللي المفروض انها ما طلعت في حدثين من الاحداث ذيك اللي ظهرت فيه وقت ظهور السفينة هي اخطر شخصيتين وافضل شخصيتين ممكن تدخل المكان هذي وفي الخداء وكاتريني ديفون لا فيتي مجنون انا متأكد انه ممكن يكون الاول في طاقم تيج من ناحية ذكرني بشكالهم لن ينسى اسماه لا فيتي ابو قبعة وابو عصى اللي دخل على اجتماع الشبكاي وقال لهم تذكروا اسم طاقمنا جيد ولا فيتي هو اللي هو اللي نوم الجنود مغناطيسيا فهذه قوتة جنونية وبيكون دورها قوي لو دخل في الارك ممكن يغير شف ممكن تويهم بيتكلم شعيب على سالفة انه ممكن تنعكس الامور ممكن تنعكس بسبب الابنال هذا ممكن واحد ذا يعكس كل الدنيا ليه لانه مجرد ما يتحكم بنسخ فيجابانك ممكن يأمر وينتهي كل شيء او يتحكم بالقيروسي او يتحكم بشيء ننتهي هنا رسمي فهمت مقصدي لافدتي اصلا دورة مطبيعي غير كاتريني ديفون اللي قدرتها الى الان معتمدة على الاساطير يعني اي شخص يحلل قدرة كاتريني ديفون بحللها على الاساطير مثل مثلا انها تتشكل على شكل وجه معين ما ذكر في القصة الى الان انها تتشكل على اللي يقتله بس في الاساطير موجود الشيء هذا ان اللي تقتله تتشكل عليه مثل ما صار مع ابو سلم ابو سلم فالاساس الاساس ان الاثنين دولي اخطر اثنين ممكن يغيرون مجريات الحرب كلها كفاية لافدتي اللي ينوم مغناطسيا واللي اصلا في احد الصور في احد الصور اللي شفتها انا قبل كم يوم كانت له جنحان لافدتي جنحان بيضة اه يب وش هذا هذا من عرق مختلف فاكهته اه دارت في الاشو اسمه في الامبلداون لما مصر الامبلداون ايه في الامبلداون ايه كان عنده اجنحة بس ما مارت في الامبلداون بس دارت في الامبلداون بس كان يحلق يب هو طاقم تيتش ممكن يكون السبب في غدرة هنا هنا مشكلة تغيير احداث لكن السؤال من الذي سوف ينغدر من اللي راح ينغدر هذا هو وضع يب من اللي راح ينغدر حاليا العمال قليد اعادة 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 لموضوع الاكل انت قاعد تجاوب على موضوع الاكل ولا قاعد تجاوب على موضوع تدخل الحين يبرا يبرا الحين انت دخلت لنا موضوع الاكل في موضوع قراصم التيتش هو شعايب تكلم عن موضوع كريبه فقال وين راح كريبه انت طبيعي يكون لازال موجود وغير كذا انا قاعد اشوف في عيون كيزارو كيزارو غير كيزارو اللي كنا نعرف كيزارو في المارينفورد في قلب المارينفورد وااااااو اعرف نفس النهج هنا اختلف كيزارو كيزارو تغير هنا ان شفت الملاحظة اللي صارت الفصل اللي راح انه نبرة تغيرت ايه ترى كم مرة صارت في القهد كم مرة تغيرت نبرته تغيرت نبرته حتى ان هذيك الجداوية انخرشت قالت ايش بذا اختلف علينا مو كيزر واذا ما تدري ممكن 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 الراو لا هو ضايع ضايع كيزاو ضايع يعيش فيه تصادم حاليا فيه تخطط في المشاه حاليا يبغى يخلص بصوعة وخلص حتى انه قال عبارة قال بقتلكم بسرعة من دوم ما تحسوا بألم كان يقول الله المستعان هذا الموجود فيه نسبة ضئيلة لكيزر وفيه نسبة برضو لكريب بوني هي صاحب الصلاحية الأولى لتحريك جيش بسيفيستا كومو ويفترض يفترض بناء على اللي صار في الفصل انه مش اي عبارة تقوليها يا بوني في عبارة معينة لازم تحرك فيها اللي هي اللي قالتها في الفصل لازم تخاطبها كأبوها تخاطبه كأب يعني هي قالت يا أبي ساعدنا أو يا أبي لا تقتلنا يا أبي وفيه ناس ربطوها قبل كذا هل هي سبق وتصادمت مع بسيفيستا هل هي سبق وقالت يا أبي ومع ذلك البسيفيستا استمروا في المقاتلة ما سمعوا كلامها ما قدرت أربط الأمور في بعضها هي في بداية الأرق قالت لا تؤذو أبي بس ما قالت ما 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 كلمتك ما خاطبت البسيفيستا أبدا أبدا مستحني تمر على هذا صحيح لكن 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 ما عافش لك أعتب هو هذا كبسيفيستا يعني قصدي عنده نفس السيستم تبع البسيفيستا لأنه هو شعطي لا لا كلهم يا شعي كلهم النسخ اللي تكلم لو تشوف أسلوب شو اسمه هم بسيفيستا هم نوعين يا بسيفيستا يا سيرافيم ما في نوع ثالث شرطي ما شرطي هذا تصنيف داخل البسيفيستا أي بالضبط حتى حتى السيرافيم يعتبر بسيفيستا فهمت بس الأصل الأصل إن فيجابانك بكلامه ما كان محدد بسيفيستا بالضبط أو زي كده شف يعني مثلا هنا عندي أه ولهذا يا بوني برمجت كل الوحدات المستنسخة من والدك على طاعتك ما حدد نوع معين فهمت المقصد لذلك كلهم أصلا وأظن الموجودين حاليا ترى يا شعيب هم نفس الشرطة تقريبا بس البوليس كانوا جوا المكان ذاك اللي المدينة جوا فكانوا يزعونوا الطريق أظن نفس الموضوع دا بس النسخ مختلفة اللي هي برطة حلو طيب عندك يا شعيب بخصوص إن تكلمت عنها ولية بس أنا قاطعتك تقريبا قلت لها خلينا أجيلا شوية هل ممكن نشوف طاقم قراصنة طاقم قراصنة بوني وجميع أعضاء نسخ مسيفيستا كوما لا توقعش صراحة توقع بوني بأنه بوني حاليا بعد يعوضها بدل الأب عشرة أب شعيب أنت تشوف دورها للجيش الثوري يبا شوف الجيش الثوري وما فيش وقت أصلا أنها تنسي قرصانة وتروح وتبحى وكذا حاليا بوني وحيكون هم شي واحد هو أبوها أصلا هي في المقام الأول صارت قرصانة عشان تلقى أبوها خلص هدفها تحقق حققت هدفها مكانش لا تبغى لو أن بيس لا شيء وبعد ما لقيت أبوها أو اكتشفت السر سر غياب أبوها قالت هدفي أن ينتقم من اللي سوا كم أبوي فأتوقع بأنه مكان مكان بوني أتوقع بأنه جيش التوهي بنسخ الباسيفيست بنسخ الباسيفيست هل نقدر هل نقدر نعرف كم عددهم مجهول تقريبا مجهول على الباسيفيست مجهول بيكون إضافة أسطورية للجيش الثوري أو الباسيفيست من ترشهين في العالم كله فهمت معي يعني حاليا لما انقلبت الآية يعني حكومة العالم أي باشيفيست في أي مكان ويتخلصوا منهم معاش يعني خصاوة هذي معاش نقل نشتغل بهم خلص لهذا وحيشتغلوا بالباشيفيست اللي موجودين حاليا بس ودك ما يدروني حكومة العالم بتكون هذه حلوة والله نكونوا مندسين وسط ننهي ساترن عشان ما عدي ما يوصلوا الكلام لكن كيزاو موجود كيزارو معلي خوينا لا ميسكوتش كيزاو مش لنتوجه هذي وفي جنود من البحرية ترى حصلوا قالوا ايش بهم ذولي قاعدين يطلقوا علينا لا لا خلص نفضح الموضوع الموضوع صعب صعب جدا أنك تخفي المعلومة دي بس كانت تكون حاجة حلوة جواسيس الجيش التوري الا انك تمحي لكن يا عزيزي لكن يا عزيزي هادي 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 هي الفكرة اللي مخلتني انا اآمن بأنه لوفي مش هيهرب من الجزيرة سلام عليك ها وفي عشارات الباشيفيستا في الجزيرة وحنا هبو نخلوهم يلا بوني نروح اصلا يكفن هذولي اللي طالعين على الشاطر الهان خمسين اللي طلعهم سنتمار ما صعب هالباشيفيستا هادو هادو نازم ناخدوهم معنا يا بوي هادي قوة تستهبل قوة قوة مرة فاطمعي لهذا انا اشوف الوضع او دا او دا اس كوكين يعني عافي قاعد قاعد يحضر في شي او شام كوك او شامم شي انا والله لكن بصفر عام ما اتوقع خلص الحكومة العالم تنسى الباشيفيستا غير تنساهم خلص السلام عليكم تنساهم حالة واحدة بس حالة واحدة لكن ها ركز معي في شي عشان اصحح شي حكومة العالمة وتقدر تستخدم بقى الباشيفيستا تقدر تستخدمهم عادي طالما انه ما اعطتهم موامر صح اي 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 عشان صح هذه لكن تجي بوني تقلبهم هو هنا الكلام انا يوم فهمت كلام يعني اذا كان فيه هدف بوني لازم تموت يوم قلت كلام انك انت يا شعيب انهم انهم لازم يدمرون كلب انا ما كنت اظن انك تقصد انهم بيقلبون عليهم الحين لا اصلا مو بقالبين عليهم بس خطورة انه ممكن هذا يقلب علي تخليني اقتلها الان تخلص منه انه ممكن يقلب علي في هاي لحظة انا ما عندي ما عندي للسعدات لهذا لو مثلا فيه قتال مثلا انه بوني موجودة تقلم عليهم الطاولة بس فكرة انه انه فيجابانك خلى الصلاحية رقم واحد هي بوني والله يشكر عليها والله يشكر عليها وحتى كان فيه يعني حوار رهيب كده كان يقوله بشكل تدريجي كوما انه كنت اقول مستحيل اخلي نسخة من نسخ ابوكي تسوي فيك شيء او اخليها تقاتلك او تؤذيكي فلذلك خليتك انت صاحبة الصلاحية الاولى اللي تحرك نسخ كوما وكان فيه فريامات جميلة لها كده وعيونها كده وهي تستوعب الفكرة افضل كلام يا ابو جود يوم قال حتى لو كان العالم كله ضدك الله سيبقى كوما دائما حليم اخ 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 عليك طيب شوفوا انتكلمنا في الجزئة دي بس خلينا نغوص فيها شوية اكثر وضع كزارو الحين معليش الى اين هل تشوفوا تمثيل اللي قاعد يسوي كزارو ولا هو منتظر لحظة مناسب عشان ينقلب ولا هو مناوي ينقلب ولا هو في وضع ايش ايش قاعد يسوي كزارو في الوضع حالي يعني تشوفوا في لحظة كده تحس في عيونه ندم في عيونه كده ايش اللي وصلني الى هنا بس في نفس الوقت ترجع تقول ايش اللي جابوا هنا اصلا هل هي الاوامر ولا هو اختار انه يجي كزارو حق نفسه في موقف صعب شوف انا كيزارو عشان اللخص لك اه اللخص لك موضوعه كيزارو لو شافها لو شافها خلص خهبت لو شافها خهبت وانه كده ممكن يبدأ يمثل وكده تمت معي راح يمشي الوضع لو شافها خهبت لانه حاليا هو قاعد يشوف انه نحنا الاقوى تمت معي لكن لو شاف انقلبت وكده وح يبدأ يمثل وح يبدأ وح يبدأ دقيقة شعيب يمثل انه معنى يمثل بانه متخادل باني انا مش قادر باني انا كادر بانه لوفي اوكي ضربني بانه كادر فهمت معي هذا اللي راح يسوي كيزارو لو لقاه خهبت خالص ما عاش فيه كيف راح يمشي الوضع لكن حاليا مازال البحرية وكده مازال تحس بانه مازال عندهم اوكي مازال شوية لنشوف الفصل القادم شو حيصي اذا حاليا باشي فيستا عندك عمالقة كيف الوضع كيف حيصي بس والله يا اخي اودا او ممكن ممكن اودا الفصل القادم يقصفك ولا حد الفصل القادمة او في عمالقة وكده اول ما يظهروا امام ساتن ساتن يجلدهم يا ساتن خالص عاشا خالص سام عليكم من وانتم؟ سام عليكم ولكن خلينا نكونوا واقعيين خلينا نكونوا واقعيين انت متخيل بأن العمالقة اتنين هذو قادين ياسموا ساتن؟ ليس بالضرورة يهزمون ساتن لا لكن لو فهضنا بأنهم واجهوا ساتن سيفوزوا؟ مستحيل 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 يفوزوا على ساتن هذوك العملاقين اتنين مستحيل لكن نحن عافين بأن لحظة المنتظر حاليا بأن لوفي يقاتل ساتن الكاريتا الكاريتا العظمى من وحي قاتل كيزارو وين سانجي؟ سانجي وين زورو خليك زورو عالق مع لوتشي هنا المشكلة وش اللي خليك من زورو؟ هنا المشكلة ليش عالق مع زورو؟ شوف 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 ممكن نتيجة حسي من أصلا في قتال لوتشي وزورو شوف يا إبا شوف يا إبا شوف يا إبا نحن عندنا عندنا لازم تشوف الأوهاق المتاحة اللي عندك حاليا ما تبدأش تقول لي لا من اللي عندك هنا؟ عندك سانجي سانجي ما قولكش يهزم كيزارو مش هيهزمه مش هيهزمه أوكي لكن تكون عائق فهمت معي؟ خلي نوف ينشغل معه ما ما لكن لكن شوف إذا كان عودة السيناريو عودة يبغى يسوي هو نحن شفنا حتى آآ سانجي لما تصدى الأشعة تبع كيزارو لما كيزارو طلع لهم فوق أوه وعجة وح أوه وعدة فهمت معي هجمات عشوائية هذي من كيزارو رغم ذلك أصيب سانجي بس فيهم ممكن هنا ممكن سانجي يقدر يتفاداها يقدر يمشي بس كان يحاول ممكن أنه ينقذ أوه دا شوف 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 أوه دا اللي وح يسوي مع كيزارو لأنه للأسف ما فيش واحد في الساحة يقدر يقاتل كيزارو ما فيش واحد إذا كان فيه واحد هو لوفي ولكن اللي لازم يواجه ساترن لازم يقاتل ساترن شو حيسوي كيزارو كيزارو دورو حاليا حسب وجهة نظري وحيضل الأودو كلما يطلع له قسطة فاتمعي يطلع له هذا إلهي شوي يطلع له هذا إلهي شوي تحت ما فيش واحد قادم أنه يواجه كيزارو نهائية لا زورو لا سانجي سانجي زورو فروك يا راجو قاعد يقاتل لوتشي نحن ما نعرف الحين إش صار مع زورو آخر الحوار بينه وبين لوتشي قال له أنت غير مستعد أنك تقاتل يا راجو المهم هو قاعد قاتل فوق أنا تكلمت عن موجودين تحت لموجودين تحت ما شفتش واحد يقدر يواجه كيزارو أتمنى سانجي أتمنى يواجه لكن عزيزين ما 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 شغل يا راجو شغل لهم بشهادة كيزارو قال لهم انتم اتطورتم وروني تطوركم وروني إلى أي مدى من القوة وصلتم لا تستبعد لا تستبعد شوف سانجي يقاتل كيزارو لا تستبعد ما قلت لك شنا لا ما قلت لك شنا تمنى بأنه يكون عاق ولكن ما توقعش من ما توقعش من ما توقعش من السانجي بمستوى شوف بالنسبة لكيزارو أنا عن نفسي وجهت نظري في كيزارو أنا ما كنت أظن أني بشوف الجانب هذا من كيزارو بالسرعة هذه أودا أعطاه جانب ما كنت متخيني بشوف كيزارو العاطفي فهمت؟ شي ما يدخل فهمت؟ ولكن أودا أفلت شجع للشي الله أودا أبدع بشخصية كيزارو جدا 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 وأنا لا زال عندي إحساس حاليا إن كيزارو فعلا فكرته هي العدالة ولن يحود عنها أو يحيد على صح بفكرة العدالة بس عنده شيء اللي هو إيش اللي هو فكرة أني هذا شيء جزء مني نفس فكرة قارب هي عندي هي الأساسية فكرتي مبدئي هو أني أنا مع البحرية هذا المبدأ اللي ماشي عليه كيزارو ولكن يعني فكرة أني يقلب وذي ممكن أني مستبعدها في الوقت الحالي فهمت مقصدية؟ عنده فكرة أني أبت أخر شوي لأن الشيء عاطفتي قاعدت تصادمني حاليا تصادم مبادئي فهمت؟ أو فكرتي الأساسية على الأقل لو كان كيزارو بيقلب ما أظن بيقلب بالوقت هذا بيكون قلبته بأهمية أكبر الآن الطاقم مبحاجة قلبتها بعد دخول العمالقة ومثل ما قال شعيب فكرة أني أنا أتخاذلي شوي بعد ما لوفي يوقف ساترن وبعد ما تدخل العمالقة ممكن تفيد الطاقم أفضل فائدة هذه بس فكرة أني أنا أقلب قلبها ما فكرت فيها كيزارو نهائيا أظن كيزارو هي فكرتها لا زالت بس اللي قاعد يؤخره على عكس أسلوب كيزارو مثل ما قال ساترن أول ما نزل له قال مهي من عاد كيزارو أنك تتأخر بس التصادم اللي صار له اللي أخرها بس التأخير هي المشكلة ولا الفكرة ظن فكرتها سيدة ما عنده لأمور ذي بس هنا هنا يظهر الفرق هنا يظهر الفرق في موضوع العدالة كيزارو إذا كانت الترجمة صحيحة فهي العدالة المبهمة صحيح يا شعيب يب العدالة مبهمة مبهمة معناته أنه عنده تصور للعدالة ولكن مش متيقن منه يعني هو يبغى ينفذ ينفذ أوامر معينة ولكن في حدود وفي إطار معين إذا الموضوع بدأ يصير لا عدالتي لا ممكن مات الطابق معه ماتت ماشا معه ممكن أنا أبدأها أغير توجيه هو بنفس يقول عدالته مبهمة فما تدري وفي ظل الظروف اللي وضعها فيه أودا ترى يا جماعة الخير اللي بينه وبين سنتو مارو وفيقابانك وكوما يعني بينهم أيام حلوة وبينهم عيش وملح وبينهم ذكرات جميلة فممكن ممكن يكون هذا هو المربط اللي يخلي كزارو قد يعني تتضح عدالته أخيرا وتصير غير مبهمة ويشوف أنه لا العدالة اللي قاعدة تطبقها حكومة العالم مش هي العدالة اللي أنا كنت أعتقد أنها هي العدالة اللي مفروضة تطبقها إذا في مخرج لكزارو بيكون من خلال الماضي اللي يربط بين الشباب بس هل تسميت العدالة هو شيء ظاهر أم باطن؟ يعني أوكيجي هو باطنة كسول فعلا لا هذا الظاهر هذا اللي يسويه قدام الناس بس مبهمة هل هي فعلا داخل كزارو مبهمة؟ لا أظن شوف عدالة كسولة لأوكيجي معناته أنه إيش؟ خلي بعدين مشي الليلة مشي الليلة ولكن في لحظة ما الكسل صار ما هو خيار لما صار أكاينو قال لك لا ما أسمح لأكاينو لأن أكاينو لو صار بيخليني أتشجئ بيشلي أم الكسل هذا فخلي عدالة هنا الفكرة أي لا الكسل للأشياء اللي يهوي بيها يعني إنقاذها أو يوم خلى طاقة ملوفي هو شايف إن طاقة ملوفي ما ينافي فكرة العدالة فهمت؟ إضافة إلى أنه قال أني أنا مدين لجدك أوضغ دين سواء شوف الدين في وقتها ترى الناس يفكرون أنه دين قار بس غالبا غالبا والله أعلم وكيجي وقتها كان يقصد دين كروكودايل لأنك أنت سقطت كروكودايل فأنا ردت ديني بالشي هذا غير علاقتها مع جدلي لها يعني موضوع لأن سموكر هو تكلم عن الموضوع ذا أو كيجي في وقتها أنك سقطت كروكودايل أو زي كذا مع أن الحكومة لبسوا في الموضوع بس أساس أو كيجي مستحيل يجيه وقت قدام قرصان يستحق السقوط ويخليه علشان مبدأ الكسل يعني بس دخله عند لوفي وانسده ويستهبل لأنه يعرف أن هذا لوفي في وقت ما يبي يستهبل بيستهبل نفس الشي على فيجيتورا العدالة الشريفة شريف وفعدالة شريف شريف والله شريف شريف هذاك ما تبقى فعلا قولا قولا ومظهران وكل شيء طيب نرجع لشعيب السؤال عندك بخصوص نقطة أنت كنت بتتكلم عنها بأول بس برضو أجلتها عودة نيكا وظهور نيكا أمام بني وتحقق كل تطلعات كومة وهل هذا ممكن يكون له أثر في عودة قوة بني إلى أعلى مراحلها كون إيمانها بالجوي بوي رجع لو فاكرين زمان قوتها ضعفت ليش لأنه إيمانها ضعف وقال لها ساترن الشي اللي تؤمني في إيه نيكا بس وين نيكا ما هو موجود نيكا فضربتها صارت كأنها باللونة طاع ما في ضربة فيه في تحول بس قوة ما في ولكن بعد الفريم الجميل هذاك الجوي بوي أمامها يقفز وهي الطالع فيه أنا تمنيت يحطون كومة بالفريم حتى لو إنه بلا وعي بس يحطوه في الفريم يبا كان اكتملت فهل ممكن نشوف قوة بوني ترجع الآن ونشوفها تطاحن مع الخلق كان عندي توقع بأنه يوم بوني راح تعرف بأنه لوفي وينيكا بطبيعة الحال خلاص راح تسري مطيق خلاص إيمان راح ياجع راح تسري مطيق وكذا أرده ممكن فكات بأنه أرده ممكن راح يطعينا فريم عملاق بأنه كل من لوفي و بوني يستخدمون نفس التقنية وجوم مشترك ويكن مش داد كيزا وداد ساتر فمت معي بس دفاني سيك نخطة ساتر أنها الفاكهة مربوطة بخيالك إذا أنت فهمت العالم خيالك يكون محدود فخيال بوني الآن محدود حتى بوجود ميكا لا إذا هي الفكرة أنه إيمانك بشيء كل ما قل كل ما صعب عليك تنفيذ خيالك تجاه الشيء ذا هي قاعدة تتخيلني نيكا بس إيمانها بنيكا ضعف فمعات صارت قادرة توظف قوة نيكا اللي هي جالسة تتخيلها تمت الفكرة؟ ولكن الحين بعودة نيكا هي قاعدة توظف إسلم يشعيب كمل يب لهذا أتوقع وأرده سيعطي فرصة بأن الاثنين سيععملوا هجوم مشترك بتكون حلوة الفكرة تكون جميلة أتوقع الاثنين سيعطي هجوم مشترك وإيمانه سيعجع زي لأنه خلص تيقنت بأنه هو نيكا أتوقع الاثنين سيعطي على الفرصة هذه هذه هي وجهة نظر هي الصراحة لكن ما حسيت أنه كان في الفريم لو حطوا كومة كمان ياب كان ناقص ياب لكن كومة ميت تمت معي؟ تقويم في فريم ذاني كانه كان يشوف نيكا ياب 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 لكن ممكن كان يشوف لكن ردة الفعل مش موجودة تمت معي ردة الفعل مش موجودة ويا الله بالشوية توعي ذا ماسك البنية ماسك البنية والله أنا فكرة أصلا الجوي بوي ما أدري هي النقطة هذه لأني كنت بيتكلم عنها والموضوع ملغوص ترى شوف أنا إلى الآن أحس الموضوع ملغوص موضوع خيال يعتمد على خيال وكل ما زاد إدراكها للواقع لا 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 ما علي من بوني أنا ناً مونما يقصد بوني بس الجوي بوي بشكل عام يعني أنا في كل حدث قاعد يعني أنا من أول حدث ظهر من أول حدث ظهر للجوي بوي اللي هو تحول لوفي وانا قلت ان هذا اعظم حدث صار في منبيس التحول لان اودا حط لك نقاط في كل القصة حط لك نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا واشياء مربوطة ببعض والان اول ما اعطاك التحول شبكت لك انت خمس نقاط قاعد تذكرها انت في القصة كلها والان اودا مع كل حدث قاعد يمشي لنا قاعد يشبك يعطيك يقول تعالي شوف ترى هذا مربوط بنيك هذا مربوط بنيك هذا مربوط بنيك هذا مربوط بلوفي هذا مربوط بلوفي تحس ان القصة كلها مربوطة بالتحول والتحول مربوط بالقصة شيء ما تقدر تفصل التحول عن القصة ما اظن في اي عمل حط فكرة تحول شخصية او تحول البطل له جانب مشاعري للدرجة هذا يعني ما تدعوش تقول عن تحول لوفي كل ما تقدمنا كل ما قدرنا التحول هذا اكثر كل ما فكرت اصلا الضحك هذه صارت بالعكس لتميز التحول هذا ابدع اودا في سالفة نيكا بشكل مطبيعي بعيدا عن سالفة حاكم ومحاكم هذه اللي انما انا بيها بس موضوع التحول وربطه بكل القصة وبماضي كومة ومع ماضي كومة حبيت فكرة التحول له في زيادة والان صار عندك اهتمام اصلا انك تشوف الجوي بوي القديم احني كفاية ما ما تقدرش تقول ما ما تقدر توصف اصلا الشعور في شوفة لوفي بالتحول يعني اجتمع لوفي وميكا بالتحول خلص قفل لي على كل قفل البوافة كلها والله العميب رائع رائع جدا طيب نعود مرة ثانية عندك اي شعيب هذا السؤال ما قبل الاخير في فيديو اليوم او النقطة اللي بنناقشها تدخل عمالقة البف هل هو فعلا لأجل لوفي فقط او هو بالفعل لأجل لوفي ولكن بتوجيه من شانكس سوا كان بتوجيه من شانكس او من دون شانكس يا سلام ممكن خبر من شانكس فهمت شعيب يعني قال ترو الفي موجود فقالوا لا بروح شوف شوف هو ممكن فيه احتمال النقطة الأولى النقطة الأولى العمالقة عندهم أسطوة نيكة يعافو يعافو أسطوة نيكة لا تحتاج نقاس ولو بنسبة صفة فاصلة صفة 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 واحد مقارنة البعمارهم كمان اه وحتى من أيامات فلاش باك البيك مام هم يآمنوا بالشمس آمنوا بحاكم الشمس ضهوت عندهم فهمت معي هذي لا تحتاج نقاش فهنا عندك احتمالين ندخل فيه مشانكس الاحتمال الأول لما انتشهد الصوها تبع لوفي تبع نيكة فنحنا شفنا مثلا جماعة البكرانيو عندهم أوصاف بالنسبة لي نيكة عندهم أوصاف معينة مطاطي يستخدم فمتناعة الطاطة يوغوس كده هم عندهم أوصاف تانية عافين أوصاف بأن نيكة يصبح أبيض كده هذا فمتناعي فلما انتشه البوستر لنا نحنا شفنا بأنه على سبيل الميتال مش التاريخ ممسوح ليش حكومة العالم كانت خايفة من البوستر تبع لوفي لأن في ناس مؤمنين في ناس يعرفوا القصة فلهذا ممكن العمالق لما شافوا البوستر وكده أوكي هذا هو حاكم الشمس هذا راح ننتظه لين راح يجي راح يجي عندنا انتشهت الأخبار بأن لوفي محاصة في الأيكهات جانبنا واح نمشي له فمفمعي؟ لأن طبعا نحس بالخريطة وكده أيل بافا ومش بعيدة على يعني قصدية وفي نفس المنطقة أوكي؟ يعني مشواها مشواها يوم تلقى نفسك في مز زي مثلا لو نقوله مثلا واحد وحي يجي من وحي يجي من بداية كلهم مثلا ثلاثة جزء لأن انت دايما متقدم دايما وايح للنهاية فمفمعي؟ وإيل باف في النهاية والأيكهات في النهاية وكده هذا احتمالي أول الاحتمالي الثاني ياب يعفوا حاكم الشمس وكل شيء وعندهم قصة لكن ما يعرفوش من يكون الشانكس أكد المعلومة لوفي هو حاكم الشمس انطلقوا انطلق الأيكهات هذا مجتمع لكن لكن تأسطوها إذا كان فيه إذا كان أنا أتوقع بأنه أه الباف هو المكان اللي وحنا نكتشف فيه بلاوي على 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 شو اسمه على نيكا وحاكم الشمس لأنه أنا مآمن وعادة الفارية من زمان آه نيكا أو بين القوسي الجوي بوي كان عملاق أه سلام عليكم نطلقاش على الصدق نيكا نيكا ممكن بعد الجوي بوي لعلاقة بس لأنهم لأن أنا شخصيا أفرق ما بين الجوي بوي وما بين نيكا لا في فرقية أنا أنا فاهمك حتى صنعي أنا بس قلتها كا نيكا هي أسطورة جوي بوي هو آخر واحد أكل الفاكهة هو الجوي بوي الشخص نفسي أيوه جوي بوي أصبح نيكا أصبح نيكا اللي هو آخر واحد أكل الفاكهة بقى قبل لوفي لكن الأسطورة الأصلية من هذاك الشخص من يكون شو كان يسوي لك من أعرفوش نحنا لهذا لازم أنا دايما أنا شخصيا أفوق بينهم فهمت معي أنا أفوق بينهم هو حاكم الشمس هو المحرد هو الشخص المدسم الذي يرسم الهدف النظر بس هي في النهاية هي النهاية مربوطة هي في النهاية مربوطة بعض أنا شوفها يعني في النهاية مربوطة هذا شيء يختلفي هي مربوطة مع بعض لكن في نفس الوقت لوفي في فرق جاؤ بوي أكل فاكهة ليك الجاؤ بوي السابق أكل فاكهة ليك من هو ليكو أصلا من يكون هداрей أصلا جاؤ بوي السابق أكل فاكهته من تكون انت أصلا النف stood يحاول الكنان الجاؤ بوي لوفي والذي قبله وويته أو خذت اللي قبله جمعوا الشخصتين مع بعض جمعوهم مع بعض لكن يظل أنا أمم وهذا الشرط أصلاً وهذا الشرط مثلاً هذا الصحي يا شعي بترناك تفصلهم وهذا الشرط شخص الجوي بوي شخص ما هو سطورة الجوي بوي شخص كان موجود شخص أعطيناه هذا يب شخص أعطيناه إحنا إلى الآن تقريباً من بعد حوار زونيشة لما قال جوي بوي هو ما يقصد إنه جوي بوي ذا جاء هو الشخص ذا لوفي ذكروا بالجوي بوي ولا هو نيكا لا 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 أبو جود اسمع الجوي بوي هو شخص يجي كل فترة فهمت بس يلقب بالجوي بوي فهمت المقصد الفاكهة هي شيء لها علاقة بالشيء اللي هو حاكم الشيمس بالأسطورة فهمني يعني لو افترضنا مثلاً أن الفاكهة هذه أكلها شخص مهو الجوي بوي بيكون فاكهة نيكا ولكنها لن تتفعل لأن الجوي بوي ما أكلها فهمت؟ لازم يجتمع الشيين هذي لازم تجتمع لازم يجتمع الجوي بوي بأكل فاكهة نيكا فيطلع لك اللي يوقض توقد الفاكهة تصبح الجوي بوي يا سلام عليك الله عليك لأن هذا شرط من شروطه إبرا قلت أنت معلومة وليا أنه مش بالضرورة شانكس يوجههم بشكل مباشر أكيد ما قال لهم انطلقوا حمقذوه أقصد هو ممكن يشرمالهم إياها ترى نيكا هناك أقصد أنه موجود موجود يوم يتكلم معهم قال ظننت أنهم ماتا زين بعدين وش كملها قال يبدو أنه أطلنا أطراف الحديث رح نتكلم في أشياء كثير فهمت؟ فعادي يكون تكلم عن سالفة لوفي لأنه قبلها بفترة بسيطة بس شانكس كان ماسك الجديدة وقاعد يشوف لوفي وغير كذا العمالقة تدخلهم في الإقهد لأجل لوفي فقط مش بالضرورة توجيه من شانكس أمر طبيعي جدا بالعكس يعني بينهم ذكريات جميلة وبينهم مواقف كويسة فبمجرد ما شافوا خبر إنه لوفي اللي نعرفه عالق هناك وله معانا فزعة مع أتباعنا في الأني سلوبي وأكيد بنروح له سواء قلت يا شانكس ولا ما قلت ولكن ايش فيه في معلومة كون شانكس فيه إلباف آخر مرة إنه ممكن يكون فيه يعني كان فيه وسوسة كده من وراء الوراء يعني يعيال ترون لوفي في الإقهد لو ونيكا يعني الله أنتم بكيفكم يا إياني بس أقول لكم فممكن لا تستطيعون تسيرون إذا حبيين تسيروا على الإقهد بس تدخلهم يعيال يعيال الفريمهم يعيال الفريم رائع الفريم رائع الفريم رائع ويوريك قد إيش العمالي قدولي هيبة يا أخي هيبة يبا 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 – Kid – رائع اعنبي يبا تت horizont اللو حول نبي فريم مكان شانكس، ويبا، مكان الشيطين مواجهت مما يبا يبا لا لا أكثر آخر ظهور حسناً نحن نستغرب إنهم موجودين هوي وأنا قلتها في البث في الانطباع في وقت الريأة قراءة الفصل ترى مش بالضرورة جايين لحالهم يا جماعة جاي معاهم مش بالضرورة جايين لحالهم مع أنه بالنسبة لهم البحر يعتبر نهر الظاهر في المسافة بيجدف وبياديهم على إقهد مشينة يا جماعة بسم الله لأنه لأنه نحن شفنا فقط السفينة وشفناهم هم الأتنين بس هو احتمال كبير احتمال كبير لا يقبل النقاش بأنه في أعضاء تانين موجودين بس هل سول جاي متخب لا يا شيخ لا 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 سول الله عالم بحاله وآخر فريم شفناه متشرطن مشرطن عند الكتب بس قديم بس بيجيب سول الحيني بتكون حاجة حلوة أنا قول لو بيجي لازم يكون لها دور بس مو بجاي لأنه لازم يخفى موته إلى الآن مو بوقت ظهوره ما يطلع للعالم أبدا ما يطلع ما يشوف واحد من البحرية وإن كان لا 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 أنا أعتقد لو بيظهر سوء بيظهر بيظهر في لحظة كشف معلومات كونوا عارف عن قرن الفارغ في لحظة وصول الطاقم إلى البف ممكن يجلس معهم جلسة كذا أي غالبا ممطالع مرة السحاب ما نحس فيه هي آخر من الأشياء اللي ظهرت في نهاية الفصل الرجل الآلي أعتقد أنه نفس الفريم هذا هو نفس الفريم اللي جاء في المرة الأولى نفس السدحة وجنبه النغمات هذه لقاع تبع الجوي بوي فيبدو أنه أنه هذه اللحظة اللي راح يستيقظ فيها ولكن إيش ممكن؟ في ظل الظروف ذي يعني إيش إيش بتكون فائدته؟ حرفيا يعني زمان كنا نعول عليه أنه ممكن ينقذنا ممكن يشيل السفينة ممكن تدخل فيها ندخل فيه وعي كومة كان فيه زيادات كثيرة مقترحة بس في ظل الوضع الحالي وفي ظل الظروف الحالية والمعلومات الكثيرة اللي صارت متاحة أمامنا إيش بيكون وضع الرجل الآلي؟ بيقدم بيساعدهم لكن بأي طريقة ما نعرفش أنا غير أتخيل بأنه فهو لما سمع طبول التحرير وهو حيبدأ يتحرك بيطير للمريجو يكمل أوه لا لا كمل مهمته مستحيل لأن لوفي هو الأيقاده لوفي هو السبب في إيقاده فهو هو حيمشي لمصدر الصوت ويجي عند لوفي فمتبعي أمرك يا سيدي ما الذي تريده؟ عبدك وخدامك أمامك أأمرني أمو شو تبغى؟ طلع الجماعة فوق السفينة طلع بوني وفيقابانك وطلع لي سانج وكلهم طلعهم لي فوق يلا طيب 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 بس إبرا قال معلومة يعني ممكن ممكن تفوق جيد أسمع 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 ما الذي تريده؟ أمو شوية سفن على الجزيرة قاعدين يسوي الدوشة ما تخافش يمسحهم والله لا تضحكوا والله كل شي وارد والله كل شي وارد شي طبيعي هو أصلا استيقظ بسبب النغمات فشو أود شي يسوي يمشي للمصدر وين جاي الإيقاعه؟ أمر تدلل أمر تدلل المالك اللي يردك فاق ما المعلومة بوجود تقول؟ المعلومة اللي أنت قلتها ترى برضو مو غلط أنه أنا جات في بالي فكرة أنه في برمجية معينة للرجل الآلي ده عنده مهمة ما عبد تخلصها هو مهمة ماكتملة إيوه إنذ قبل مئتين سنة فممكن بعد ما يخلص معلوفي هذا لو أنه خلص معلوفي أنا خايف أنه يستيقظ ويفقعك على ما يجوه والله مع الأشياء يعني لأنه يا أخوان إيقاض لوفي إيقاض لوفي مش بالضرورة هو أوامر له ممكن هو مصدر طاقة يستيقظ شكرا لك يا الجوي بوي عبيتني بمشي هناك عبيتني والله أنا معايا شغل عندي مهمة من ثمانمائة سنة صحيت قبل مئتين سنة وتكنزلت بكمل يروح على المريجو والله يقابل كائنه يقابل كائنه في الطريق ويسرع ليناك ولا حق الثمانمائة سنة اللي انتظرت من الكلمة تعال ولا حق الشعن ولا حق الشعن عشرين فاصل ما أحس طعب نتوقع سيناريو أوه دخبيث يا أخي لكن لا لكن أتوقع أتوقع بأنه الوابوت مهمته في الجزيرة وحيعود وحيعود مهمة الوابوت للضم أكن شعيب بس ألك سوال يعني ممكن يكون شاطح شوي توقع دور زونيشة القادم مو الشو خلاص في الأخير ولا خلاص زونيشة في النهاية مازال 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 زونيشة مازال زونيشة مازال زونيشة إذا كان في ضو إذا كان في زونيشة طعف ممكن تشوفها لما نرجع لي وانو لأن وانو وح تفتح لما وح تفتح وانو جماعة المينك وح ينزلوا من ظهر لأن 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 المينك عافين نفسهم بأنو مش هيضلوا على ضعه زونيشة مازال حيات بأنو وح ييجي يوم وح ينزلوا لهذا زونيشة إذا كان في ضو لن يهات القصد زونيشة إنساء حاليا طيب والصدمة معقول الصدمة هي هزيمة ساترن آه قصدك الحدث لوح ينزل العالم والله شكله 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 هو هذا شكله هو هذا يا عزيزي معاكلة ساترن لأنو مفيش يونكو مفيش يونكو مفيش يونكو سواها من قبل مش حتى مش حتى مش حتى أنك تهزم البحوية أنك تهزم حكومة العالم مفيش يونكو سواها فاهلا بس سواها دراجون علم عليهم تغهده لا تغهده يا عزيزي لا تغهده يا عزيزي يا عزيزي و سواها لهم حصار تكيه بنده والله يا شعيب أني أنا مستعد أن يتقبل كرهك لدراجون بصدر راحب ما عندي مشكلة ولكن صدقني أن رضوان ثمانين بالمئة من كرهك من رضوان يا أخي شير رضوان شير رضوان يا أخي اعتقه اعتق رضوان لا رضوانستعلم اعتق دراجون خلك على رضوان لاى لنا مشكلة رضوان صامل فقط صدقيتilling انسوا دراجون شوفوا والله ما أقولها سخرية والله ما أقولها سخرية دراغون إذا بيجي هذا لا سمح الله واتدمرت الإقهد بيجي بباقة ورد والله بيجي بباقة ورد في الإقهد ينعي أرواح الشهداء ويمشي زي ما صار في أهارة اسمع بجود أنا إذا جيتك الطائف بيجيب معي باقة ورد بإذن الله علشان دراغون الله تستاهل أحطها هناك إلين تجي في أوراقها أجيبها صناعية بعد عشان ما تجي تجي علي هناك إلين إلين يطلع دراغون بس خلاص أنت لغيت فكرة أنك تحط دراغون في الخلفية عندك يا شعيب خلاصة لا أنا ما زال عندي وعد لا يا شعيب لا كتاكوري موجود على الوعد مو مشكلة بس ما تخلي دائم يوم وخلاص ما يوم يا رجل الشي يظل شهر عندي حرام عليك حرام عليك أحط دراغون هنا وحط هدوان هنا وانا بحطك هنا مش هدوان مش هدوان كل فصل كان يشطب حتى هو وحطه واشطب عليك حط المشطوب عليك لا حط التغريدة آخر تغريدة مشطبة حطها هناك واشطب عليها بكبرها لا لا هو هو شخصيا وحشطب عليها لا وحشطب عليها واستضيفه عندي نعم وهزو وهزو الثوافهة المشطوب جرتنا يا رجل جرتنا بـ دراغون دراغون ما فيش واحد كان يتكلم عن دراغون اللي ينطلع هو دراغون روح يجي دراغون روح يجي متوقع أنا قلت لك في البداية ممكن يجي ممكن لا كنت شيء ممكن بس الحمد لله الحمد لله أنا أصلاً أنا أصلاً أنا أصلاً أبغى دراغون يجي ليس حباً في دراغون وكذا فقط لأنه دراغون رح يفعل هايب فأمت معي رح يكون شيء دراغون ظهر في الإقليل رح يكون شيء كبير لذلك أودا لن يظهرها يا شعي لذلك أودا مخبي قدام يريدك تنفجر قدام أنا آسف لكم ولكن والله 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 معاد فيها يا لونيس والله والله معاد يمديه والله معاد يمديه يا لونيس خلاص انسوا دراغون يا جماعة اعتقوه اعتقوه لوجه الله لن يظهر إذا مرة مرة قلت لكم باقة وردت هذا أكسى شيء وهذا بعدين يعني مستقبلاً لكن ما رح يظهر لكن ما رح يظهر في معمع كبيرة زي كذا لأنه عنده أهداف أكبر هذا والعلم سلامتكم والله يعطيكم العافية جميعاً ونشكركم صراحة على هذا النقاش الجميل ونشكركم على الإثراء الجميل اللي دائماً ما يضيف الكثير والكثير لي أحدثكم اللي تابع ونبيس مرة واحدة وإلى المتابعين اللي في الشات اللي دائماً والله ما يكررون جلسات نقاشات ونبيس يوجيه كذرها وإن شاء الله أنهم مستمتعين وإنتم كنتم مستمتعين يا الرجل أنا صاروا يجوني يقولوا يا ولد متى متى أقول ما الوضع عنده أنا ما لي دخل والله شوف الفكرة كانت أني بجلس أكبر عدد من صناع المحتوى في نقاش إبرا وياجي شعيب وماجد وبعدين صارت خبصة النوم وقلبة النوم هذه قلت والله ما يصحى لنا وياجي الساعة واحدة الليلة وأنطنط دوامات وكذا وإبراهيم وماجد العامر اعتذر عنده وصابة في الكتف شعيب قال يا عمي الله يشي الله يشي بالموجود وإبراه شانكس فاتح لي بث دراقون بول شعيب قال والله أني تقاطع أسحب على دراقون بول وجيبه أسحب أسحب على دراقون بول العدد انخفض من خمسة أشخاص إلى ذنين لا جيبه والله ما قصرت إبراه الله يعطيك هلعب يا حبيب لا نجيب شيء أنتو ماغلة من دراقون بول الله يعزك الله يعزك أنت مائم شعيب أنت مائم ليه 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 طيب حتى ومبيس يعني توقعون أن ومبيس أغلى منكم لا لا بس الله أن نعرفك الله أن نعرفك وشلون يا شبستك يا الله أن نعرفك المدلق ما عليك أنسى الموضوع على الأمور طيبة واشكرك على كلامك الجميل والله يا شعيب والله أنك أغلى من ومبيس عندي حبيبي الكلام هذا ما يحتاج نقاش بس تعال بس يذب يذب من وراء التريلات هذي قصة ولا الغلاء موجود والله في القلوب ما يحتاج حتى من دون ما نجود هذي قصة هذي قصة لوقت آخر يا شعيب لا أعطيكم العافة عزاني ومشاهدين في كل مكان وزمان أبلوا لايك اشترك في القناة لو ما كنتم اشترك حسابات الشباب إبرا وشعيب موجودة في صندوق الوصف كم معكم الوجيه وشعيب من قناة وداتشي وإبرا من قناة إبرا شانكس نشوفكم في الفيديو القادم السلام عليكم